ده الحسين يتحمد في قبر والدته السيدة المرحومة مياسة قداش التي توفيت عام 1983 وكان الراحل حينها في الخارج وما أصعب الإنسان أن يفقد أمه ويفقدها وهو بعيد وهو لا يستطيع الدخول ما رمزية هذا أن يدفن معها في نفس القبر؟ طبعا هي رمزية كبيرة في علاقة سيد الحسين ربي رحمه مع والدته ومع عائلته ولكن الشيء وطبعا لا توجد قبر مثل قبر الوالدة أو الوالد على هذه نقول هذه رمزية وتعطي صورة عن الشخص وعلاقته بأسرته وعلاقته بالشعب لكن الشيء الذي أريد أن أقوله ماتس الحسين وفيه حرقة بأنه لم يستطيع حتى توديع هذه الوالدة لرباته يعني أقرب الناس إليه على هذه في بعض الأحيان يجب نحكي على هذه الأشياء ولكن لا ننساق فقط العاطفة يجب أن نبرز الظلم الذي تعرض له من طرف النظام هذا تدخل الحبس في منفأ اضطراري ما يقدرش يجي يحضر الوفاة تع الوالدة تعه من أجل ماذا؟ من أجل فقط قال لي الناس ماشي هكذا نبني دولة هاي الطريقة باش نبني دولة لهذا أنا نقول الشيء مهم لماذا لقيه شيء بأن لا نتوقف عن عند العاطفة عند هذا التواجد هذه المصالحة التي أحدثها هذه الحركية هذه الوثبة دفن سلحوسين ربي رحمه يجب أن نتعذ يجب أن نتعذ ويجب أن ننصف الرجل كيف ننصف الرجل؟ الذي سجن لي نفيا الذي حكم عليه الذي لم يستطع توديع والدته إنصافه هو أن نسعى جميعا كمواطنين كمثقفين كطبقة سياسية لي لدي اعتقاد بأن لديهم الرغبة في أن نكرس في أن نجسد المبادئ اللي مات من أجلها وأعتقد بأنه كلهم على استعداد لذلك ولكن يجب أن يكون ذلك بالعمل ما لازمش دفناه البارح ونروحه لديارنا ويصبح ذكرى لا نبني دولاً ديمقراطية بهذا النوع من الاستقالة ونقف فقط عندما بالنسبة للعواطف يوم الدفن يجب أن نتحد يجب أن يكون برنامجنا هو تجسيد المبادئ اللي مات من أجلها هي وسيلتنا في الترحم عليه فإنصافه الخطاب الآخر هو هل يدرك الإخوة الذين يديرون الشأن العام بطريقة تسلطية بطريقة تحييد الشعب بأن رسالة الشعب إليكم واضحة يوم الجمعة 1 جنوبي 2016 اتعذوا لأننا لا يمكن أن نبني دولة بطريقة اللي يتم فيها تحييد الشعب لا يمكن أن نكون مخلصين ومؤتمنين على مليون ونصف من الشهداء اتقوا الله في هذا الوطن اتقوا الله في هذا الوطن هذه رسالة